وقعت كل من وزارة العدل وشؤون الإسلامية والأوقاف وصندوق العمل تمكين اتفاقية تعاون مشترك تقضي إلى أطلاق برنامج تدريبي متكامل عدالة يهدف إلى تدريب 150 خريجا من الكوادر البحرينية في المجال القانوني بوزارة العدل ووقع المذكرة من جانب الوزارة مع علي وزير العدل وشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة ومن جانب تمكين الرئيس التنفيذي الدكتور إبراهيم محمد جناحي وذلك بحضور عدد من مسؤولي الوزارة وتمكين وقد أكد مع علي وزير العدل على أهمية هذا التعاون والذي سيوفر فرصة تدريبية مهمة تهدف إلى تأهيل الكوادر الوطنية وتنمية مهاراتها في العديد من مجالات العمل القانونية والإدارية لافتاً إلى أن هذه الشراكة تعد جزءاً من استراتيجية الوزارة التدريبية الرامية إلى تعزيز القدرات العلمية والعملية في مجال العدالة والأجهزة المعاونة للقضاء من جنبه أكد الرئيس التنفيذي لتمكين الدكتور إبراهيم محمد جناحي على القيمة المنطوية في الاستثمار في العنصر البشري بوصفها جزءاً لا يتجزى من منظومة الجهود التنموية التي تسعى إليها المملكة وبموجب الاتفاقية فإنه من المقرر أن يضم برنامج عدالة تدريب وتأهيل 51 مشاركاً في إطار برنامج تدريبي متكامل من خلال اعتماد منهجية علمية متصلة بالواقع التطبيقي الحقيقي وبيئة الحياة العملية الواقعية ويهدف هذا التعاون إلى إعادة كفاءة بحرينية متخصصة من القانونيين البحرينيين وتنمية المهارات القانونية للنهض بمستوى الأداء وصقل قدرات وخبرات الخريجين في مجال العمل القانوني